حقوقي كمستهلك ايه في التجارة الالكترونية؟ انا دخلت على احد المواقع والمنصات الدولية الشعيرة اشتريت الحاجة جاتلي من بلد اوروبية بس لقيت التشيرت مثلا مقطوع مخروم اي عاجة نفس الحقوق في نفس التجارة بقى بعمل ايه؟ بقى فيه ساسة ارجاع البضاعة طبعا والمنصات الكبرى اهم حاجة في هذا الموضوع هي السمع بتاعت بتسمحلي ان انا اشحلها البضاعة مرة تانية طبعا ودي تجارب حتى بنتكلم على التجارب الشخصية انا شخصيا يعني في كسيم الاحوال كنت بشري تذاكر الطيران والاوتلات عم من احدى المواقع ولو بيحصل اي تغيير باب اشاري بوليس التأمين على هذا الصفر اقدر تسمحلي بالتغيير فاغير الغي 48 ساعة الفلوس بتتردلي في بطاعة الاتمان بتاعتي اكن المعاملة لم تتم انا وحضرتك من جيل اتربى على ان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فاكر لما كنا نخش المحل كده يعني هتوعكش البضاعة مقام ما حكيت لي ابن النهاردة ما بيصدق طبعا اقول له لا اقول تابتاخد البضاعة خرجت من المحل المحل ان اطعت علاقته بيه هل احنا محتاجين نغير ايضا ثقافة البقاعين والتجار في مصر ان ما بقاش المستهلك سلعة يعني بيتضحك عليه بسهولة دي حقيقة والنهاردة القانون كمان بيضمن حماية المستقق وكمان طبعا القانون بيضمن هذا الحق زائد ان فيه قانون جديد بيتم حاليا منقشته واعداده عن المعاملات الالكترونية ان هي انا محتاج برضو منظومة تشريعية قادرة على استعاب التطور التكنولوجي ففكرة اليفضل الموجودة البضاعة لا المباعة لا فكر اه طبعا طبعا عصر ماتن لا ترد ولا تستبدل خلاص خلاص خلص الموضوع الموضوع في 2020 الموضوع مختلف تمام لا انا من حق ان انا بدل من حق ان انا نغير من حق ان انا رجع مدام طبقا للشروط والاليات وده جميع المنصات الكبرى اذا كانت منصات علامية او منصات محلية او منصات اقليمية بتراعي هذا الموضوع ان ده يضرب مصدقياتها في مقتل وبالتالي هي ده رأس مالها الرئيسة هي المصدقي انا بشري الكوباية دي بشري الموبايل ده بشري تليفزيون وحصل فيه مشكلة انا قادر ان انا استرد اموالي او ان انا اغيرها نتيجة هذا العط انما طبعا ما هو برضو زي ما فيه تجارة رسمية وتجارة العشوائية فيه التجارة الالترونية الرسمية عن طريق المنصات الكبرى وفيه التجارة الالترونية العشوائية ان انا ممكن افتح صفحة على انستجرام او الفيسبوك ففي الحالة دي انا اكني بشري من محل غير مرخص بس فيه النوع ده من التجارة انا بلاقيه كتير على الفيسبوك وانا احد الاشخاص اللي بتعامل عليه يعني حد اعمل معروضات ما مثلا خشبية عجباني فازة وروحة وبكلمه بيجيلي وللامان انا حد الوقت ما حصلتش مشكلة بس هل ده ممكن يقع فيه نصب او كده ممكن يقع فيه نصب او ممكن يقع فيه ان البضاعة فعلا لا اممكن ان انا اردها ولا استبدالة لو حصل يكني بشري من حد في الشارع بالضبط ممكن اشتري في الشارع حاجة كويس وممكن اشتري من الشارع حاجة وتطلع معطوبة ففي الحالة دي هعمل ايه خلاص انا اشتريتها ودفعتها ما انا ما عنديش وسيلة ولا فطورة ولا حاجة ما عنديش الية فهي بالضبط نفس المفاهيم التجارة الرسمية لما بشري الحاجة من محل كبير او ان انا بشريها من الشارع ممكن حضراتك القرار في الاخر وقرار المسهلك هل انتشار التجارة الالكترونية في دولة زي مصر ممكن يقضع الاحتكار ده اكيد ان كل شيء هيبقى معروض وكل شيء هيبقى سعره متاح ومعلن للاخر وبالتالي فكرة الاحتكار فكرة ان انا اعلي السعر عن القيمة الحقية العادلة لاي منتج في الدنيا هتبقى شبه معدومة ان انا لو ما لقيتش عندك المنتج بسعر تنافسي هشوف عند واحد تاني بيعرض نفس المنتج بسعر افضل او منتج مشابه بقيمة افضل وبسعر اكثر تنافسي هل مصر